السلام عليكم اسمي زاوية الدين أنا من قناة أبطال الرياضيات مرحبا بالبطل المجتهد ومرحبا بالبطل المجتهد مرحبا بالسيدات والسادة المشاهدين الكرام مرحبا بكم في قناة أبطال الرياضيات سنستهل حصة اليوم لحصة الرياضيات تحت عنوان الأعداد الكسرية كتابة ومقارنة الحصة سابقة رأينا كيف نكتب العداد الكسري الآن سنرى كيف يتساوى عددان كسريان إذا كان لنا عددان عشريان X و Y و Z كذلك عدد عشري نفترض بأن هذه أعداد X و Y و Z هي أعداد تمثل أعدادا وإن كانت هي حروف ممكن أن تمثل جميع الأعداد لا نحدد X في البسط و Y في المقام إذا كان عندنا هذا العدد الكسري X على Y ف Y تخالف صفر لأنه لا يمكن بكل بساطة أن نقسم أي عدد عشري على الصفر في حالة Y كان يسوي الصفر إذا أخذنا هذا العدد الكسري X على Y و ضربنا البسط والمقام في نفس العدد Z وهنا نفترض بأن Z عدد يخالف صفر كذلك لماذا؟ لأنه Y في Z إذا كان Y يسوي صفر فإن Y في صفر يسوي صفر و كذلك لا يمكن قسمة عدد عشري على صفر إذا إذا افترضنا بأن Y و Z يخالفان الصفر فإن أي عدد كسري على شكل X على Y إذا ضربنا بسطه و مقامه في نفس العدد Z فإن العدد الذي نحصل عليه عددا كسريا يساوي X على Y ونأخذ مثال على ذلك مثلا لدينا 32 على 15 32 في البسط و 15 في المقام إذا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد في نفس العدد الذي اخسرنا في هذا المثال يساوي 3 ممكن أن يساوي أي عدد آخر 32 في 3 و 15 في 3 نتيجة 32 في 3 يعطينا في البسط 96 و في المقام 15 في 3 45 32 على 15 يساوي 96 على 45 ومعددان كسريان متساويان لأننا ضربنا بسط ومقام العدد الأول في نفس العدد 3 ممكن أن نتحقق أو ممكن أن تتحققوا من ذلك بقسبة 32 على 15 وتقسموا لك ذلك 96 على 45 وتقارنوا النتيجة وستجدونهما متساويان تماما إلى هنا تنتهي حصة هذا هذا اليوم شكرا لكم على حسن الانتباه والمشاهدة إذا كان أعجبك الفيديو فانقر على أعجبني ثم شارك هذا الفيديو مع من تحب حتى تعم الفائدة ومشارك معي في قناة أبطال الرياضيات حتى يصلك الجديد والأفضل باستمرار وللتواصل معي فالمعلومات تحت الفيديو وموعدونا يتجدد مع حلقة جديدة وفيديو جديد إلى اللقاء والسلام عليكم اشتركوا في القناة